نرجع تاني مع الموديل الفني الجديد للمنتخبنا الوطني الكابتن حسام حسن كابتن حسام حسن رفض اجراء اي تعديل على نظام اختيار كابتن المنتخب في المرحلة اللي جاية ده ليه؟ عشان برضو كلام كلام اللي بيطلع على السوشال ميديا وللأسف حتى مش على السوشال ميديا بعض الناس ممكن تردده في الاعلام اللي هو ايه؟ حسام حسن اول قرار هياخده هياخد شارة الكيادة من محمد صلاح جبتها من اين؟ هو الراجل لسه لم يكتمع مع العيبة ولا قاعد مع العيبة ولا قاعد مع الإدارة ولا في تفاصيل كثيرة جدا عشان تقول حتى انه اول ما هي استلم المهمة بصوا انا قبل ما اخش هوا استلم والبس الترينج بتاع المنتخب انا عايز اخد الشراب تاعتقادة من محمد صلاح اكيد اكيد مش مليار بقى ميت مليار مستحيل انه يكون بيفكر كده او عمل كده خلاص ده بالمنطق طيب بالمعلومة الراجل ما طلبش كده قال لك احنا زي ما احنا والامور ماشية زي ما هي والقائد قائد اللي هو محمد صلاح واللي بعده هم هم وما فيش اي تغييرات جودنا منين بقى اللي هو اعمل اي حالة اعمل اي قصة دول كده على اي احوار وسيناريو تعالي نعمله فمحمد صلاح كابتن منتخب عادي جدا طيب كابتن حسن بس كان عنده طلب انه يحصل تغيير فيه الجهاز الطبي لمنتخب مصر اتحاد الكورة عايز ان الدكتور محمد ابو العلا يستمر فيه منصبه وكابتن حسن عايز يستخدم الدكتور محمد عنان لهذا المنصب ولحد الوقت لسه نفيش حسب في الامور بس اكيد هتبقى الامور بسيطة يعني اتنين محترمين اتنين ده كترة كبار يعني هم محترمين ويفيدوا المنتخب الوطني يعني طيب دي حكاية في حكاية تانية كابتن عامل عبدالعزيز كان مساعد فيه الجهاز الفني لي روي فيتوريا مع منتخب مصر اتصرحات امس انه قال انه الامور التكتكية والفنية عشرة في المية من اي مباراة وانه مفيش حاجة اسمها 351 وقال كده قال كده وفي رأيي كابتن عامل عبدالعزيز كان ضيفي هنا في كثير من الاحيان في الوقت عشر وهو رجل مؤهل جدا فنيا وزاكي جدا ومدرب له مستقبل كبير وعظيم واتصور انا عشان مش عايز بس اخش الحفلة يعني اشارك في الحفلة وخلاص اتصور ان خانه التوفيق في التعبيد ده او في الوصف ده عشان لا اكيد الكرة مش عشرة في المية بس تكتك وهو اكيد فاهم ده واكيد ان هو كمدرب او كمدير فني اكيد بيتعب ويجتهد وبيشتغل فني وتكتك طول اليوم وطول الاسبوع وطول الشهر وطول السنين عشان يحفظ لعبته ويشتغل معاه فاكيد مش عشرة في المية اكيد يعني بس اكيد التوفيق خانه في الامر ده في الامر ده طيب بنقى في احنا عند حكوبة وبص بالمناسبة دي نقطة مهمة جدا كنت فاكرة اتكلم فيها وفرصة اللي هي اتكلم فيها في كتير من مدربنا من لعبتنا من مسؤولنا الرياضيين وفي كرة القدم تحديدا خير مؤهلين انه يتحدثوا للاعلام طيب اقول ما قولي الجملة دي يقول لك اي الحق ده بيهاجم ده بينتقدهم ده بيقلل منهم لا خالص ليه 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 انت تبقى مدرب كبير وعظيم تبقى لازم كمان تبقى شاطر اعلاميا مش شرط على فكرة انك تتحدث للناس اعلاميا مش شرط على فكرة مش شرط فيه ناس عندهم المهارة المهارة اللي ايه الفترية انه يعرفوا يتكلموا الاعلام فيه ناس تانيه ما عندهمش مش مطلبين مثلا ان هما يتعلموا اعلام عشان هما مطلبين ان هما يتعلموا تدريب يتعلموا يلعبوا كرة فمش شرط يتعلموا يتكلموا تمام؟ مش حقا خالص اتمنى الفترة اللي جاية كل الناس اللي تحس في نفسها انها ما عندهاش القدرة على توصيل معلوماتها او افكارها للجمهور مدربين بقى او لعبين يبقى عندهم متحدثين رسميين يعني مثلا مثلا انا هطلب واتمنى ودي النصيحة الوحيدة لهاولها لكابتن حسام حسن بس الوحيدة كابتن حسام وكابتن ابراهيم مش لازم الفترة اللي جاية هيبقى فيه انتقادات على المنتخب وانتقادات على المدير الفني وانتقادات على المدرب المساعد ومدير الكرة ده منتخب منتخب مصر واي منتخب العالم كده دائما وابدا فيه انتقادات هيجي اختار قايمة هينتقدوه هيجي لعب مباراة ينتقدوه هيكسب مباراة ينتقدوه برضه المدرب المنتخب دائما تحت الضغط الجماهيلي والاعلامي صح كده؟ كابتن حسام حسن معروف عنه أنه رجل انفعالي كابتن بديم حسن معروف عنه أنه رجل انفعالي فهي أخي قول أنا بشهد ده العد لو عايزين رد في أي موضوع يخص المنتخب إحنا هيبقى عندنا متحدث رسمي باسمه منتخب مصر يطلع يتحدث في أي أمور مع الإعلام ومع الجمهور لن يلوم أحد هنا كابتن حسام ولا كابتن أبريم ولا الجهاز الفني بالكامل على فكة أنا بقول لك حاجة عكس رغبات الإعلامية يعني كإعلامي مش عايز المتحدث الرسمي عايز كابتن حسن يخش يتكلم معي أحسن لي يعني بس المصلحة المنتخب ومصلحة الهدوء في المنتخب لا أنا بقول لكابتن حسن قولي أنت طوعية قولي أنا مش حابب أتكلم مش هتكلم مع حد خالص ولو عايزين حاجة من المتحدث الرسمي ده بيحصل في العالم كله على فكرة والمدرب لا يتحدث إلا في المؤتمرات الصحفية قبل المباراة بس حتى دي يعني كلامك فيها يبقى بحسب جدا وبذكاء جدا سهلا مشي